كم يبلغ معاش أوباما التقاعدي؟ تتساءل صحيفة البيان في صفحتها الأخيرة وتقول إنه بعد أن أصبح باراك أوباما البالغ من العمر 55 عاما متقاعدا فيدراليا سيدفع له معاش يبلغ 200.7800 دولار للسنة المقبلة أي ما يقارب 17 ألف دولار شهريا ويحصل أوباما وكل رئيس سابق آخر أيضا على سبعة أشهر من الخدمات الانتقالية للمساعدة على التكيف مع الحياة بعد الرئاسة كما يحصل القائد العام السابق أيضا على حماية جهاز الخدمة السرية مدى حياته ويحصل على مبالغ لأمور مثل السفر ورفقات المكتب والاتصالات وتغطية الرعاية الصحية وبحسب CNN يمكن لجميع تلك النفقات الإضافية أن يصل مجموعها إلى مبلغ لا بأس به إذ في عام 2015 تراوحت تلك المبالغ ما بين 200 ألف دولار لجيمي كارتر و800 ألف دولار لجورج داباليو بوش وفقا لتقرير حكومي ويذكر أن الرئيس الأسبق كارتر لا يحصل على التأمين الصحي إذ يتطلب ذلك العمل لدى الحكومة الفيدرالية لمدة خمس سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر